اشتركوا في القناة للمشاركة في مراسم تنصيب صاحب الجلالة سلطان ابراهيم بن المرحوم السلطان اسكندر ملكا على ماليزيا وتم خلال الاجتماع بحث اوجه علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين البلدين الصديقين وما تشهده من تنام منحوظ في مختلف المجالات وسبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية في اطار ما يربط بين البلدين من اتفاقات تعاون مشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين كما بحث الجانبان مجالات تعزيز التعاون المشترك والارتقاء به الى افاق اوسع من خلال تفعيل دور اللجنة الوزارية العليا بين البلدين الصديقين وعضوية مملكة البحرين في معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق اسيا وبروتوكولاتها المعدلة والتي ستتولى مملكة ماليزيا رئاستها مع بداية عام 2025 ميلادية اضافة الى استعراض اهداف مبادرة مملكة البحرين في اطار رئاستها للقمة العربية الثالثة والثلاثين بشأن اقامة منتدى للشراكة بين جامعة الدول العربية ورابطة دول جنوب شرق اسيا لتنمية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الدول العربية ودول جنوب شرق اسيا على كافة المستويات واستعرض الجانبان نتائج ومخرجات القمة العربية التي استضافتها مملكة البحرين في مايو الماضي برئاسة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وما اعتمدته من مبادرات بناء ابرزها الدعوة الى عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية وايقامة الدولة الفلسطينية ودعم الاعتراف بدولة فلسطين وقبول عضويتها الكاملة في الامم المتحدة وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والاقليمية وتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي كما تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الاوضاع الاقليمية والدولية والجهود التي تبذل لتحقيق السلم والامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط والحرب الدائرة في قطاع غزة وانعكاساتها على الامن والاستقرار الاقليمي والجهود العربية والدولية التي تبذل للتوصل الى وقف دائم لاطلاق النار واطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر